خلينا نروح لأخبارنا وفي البداية هنبتدي بكرة اليد رجال في النادي الأهلي طبعاً تعارفين وتابعته على شاشة قناة النادي الأهلي بطولة أفريقيا وان طبعاً كان عندنا مجموعة من اللاعبين ومن النادي الأهلي كانوا موجودين مع المنتخب خلاص رجعوا اده يوم او فترة راحة مش كتير 3 اربعة ايام وما خلاص الدوري هيرجع تاني طب أخبار الدوري ونفكر لكم نعمل الفريش كده لدوري كرة اليد المرحلة الأولى اللي كانت رايح جاي تم اختيار أو تم يعني تجميع الفرق التمانية الأوائل من الدوري اللي فات أو الدوري التمهيدي وبقى فيه 8 فرق 8 فرق دي هتلعب رايح جاي عن 14 مباراة هيتم ترتيب الفرق دي من الأول للتامن طبيعي طيب هنعمل ايه بعد كده هتلاعي الأول هيلعب التاني بيستوف ثري على كأس أو بطولة الدوري والتات والرابع هلعبوا على البرونز في برضو بيستوف ثري الفجر وبعد كده بقى الرابع الخامس والساتة والسابعة والثامن دي ترتيبي فقط ملوش أي تأثير عليهم أو ما ديلي يعني طيب احنا التوقف اللي فات دا كله احنا اخبرنا فيه احنا كسبنا الحمد لله كل مبارياتنا وطبعا بفكركم لو تفتكروا احنا كسبنا السوبر المصري كان في دولة الإمارات بفكركم يعني بنعمل الفريش كده لفريق اليد بالنادي لحنا طيب احنا عندنا المرحلة اول مباراة هنلعبها اللي جاية للفريق مباراة هليوبلس مباراة قوية جدا وان شاء الله هتبدأ المشوار يوم الجمعة اللي جاية بإذنها مباراة اليد بتبقى يوم الجمعة والمباراة القادمة تبقى يوم الجمعة يعني فريقنا داخل زي ما قلت التصور من منتخب مصر طبعا لأكيد فرحانين بفوزه فريقنا طبعا كانت اهل المرحلة دي برصيد سبع نقاط بعد فوزه بكل مطشاطه في المرحلة الاولى وده بفارق نقطتين عن اقرب منافسي ليه هم البنك الاهلي والزمالك واللي جون في المركز التاني برصيد خمس نقاط طبعا اكيد بفكر حضراتكم ودي حاجة عمرنا ما هننساها يعني اكيد حضراتكم فاكرنا بس يعني حاجة مدعا للفخر ان احنا نذكرها كل فترة ان احنا ابطال الدوري والكأس للرجال العام الماضي واكيد فريقنا بيحاول وبيسعى بقيادة مستر ديفيد ديفيز بالحصول على تاني موسم الدوري والكأس طيب يمكن احنا في الكأس خرجنا ولكن الدوري طبعا لسه عندنا المنافسات شغالة وربنا يكرمنا ان شاء الله نستطيع النفوز السبع نقاط تفرق معنا في حاجة طيب هتاخد اول برضو ما فياش اي ميزة انت هتاخد اول هتنتظر التاني المنافسة من البنك الاهلي والزمالك على المركز التاني عشان في الاخر نلعب بستوفتري مع التاني عشان نوصل ان شاء الله لبطولة الدوري الدنيا قربت للحسب قربت جدا جدا لان انت تقرب من الدوري عندك 14 مباراة بس دول كلهم تجهيزي للبستوفتري معنادي الزمالك عندك بطولة افريقيا لابطالي الكووس عندك السوبر الافريقي يعني عندك مباريات لسه ما انتهتش ولكن زي ما قلت لحضراتكم النهاردة احنا في يناير ومارس اناس في يناير وديسمبر الماضي بنكون في منتصف الموسم بالزبط فحنا النهاردة دخلنا خلاص فبراير في بداية النصف الاخير عندك لغاية اخر مايو دي منافساتك في اغلب الفرق الرياضية البطولات الرياضية كل التوفيق لفريق كورة اليد ان شاء الله في مباراتهم القادمة مع هليو بلس ويا رب بس ايه مهم من راحة مستر ديفيد ديفيس طبعا من الزكاء والحين كانوا يدي لعبة المنتخب راحة لازم تفصل عشان لعبة كورة اليد لعبة عنيفة لازم اللعبة تبقى فول بور وتبقى فرش ومعمولها ريكافوري كامل انها تقدر تتحمل 14 مباراة قبل المباراة الفايسر انها غالبا هكون معنات الزمالك البستوف 3 او 3 مباراة